سمعنا من فترة تصريح للا طليق سيف سباعي كثير أخذ ضجة على السوشيل ميديا وكثير طرح أسئلة عند رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه عنجات فعلا هيك صار؟ أنه بدايتين جوابها التبع أنه لسا كانت بسيطة بدايتين أوكي إيه سمت عليكي هلأ شوفي هو أساء التعبير أكيد سيف يعني شو بيقولوا خانوا التعبير هو كان اللي عم بحاول يوصلوا بأنه نحن كان الموضوع عم بيصير جدا بالاتفاق بشكل أنه لما أخذنا القرار النهائي نحن فعلا كنا عاديين عم نحضر شي على تيفي ومنحكينا هذا الموضوع يعني أنا حتى ماني متذكرة أنا اللي لفيت لعنده قلت له يمكن حاجتنا ولا هو ماني متذكرة بس هذا الشي أكيد ما صار ونحن عاديين عم نحضر موفي هذا الشي كان أكيد إلو وقت عم بيصير في إلو تراكم من نوع معين في شي بالعلاقة كان عم بيصير لحتى نحن بعدين وصلنا لهذا المطرح بس نحن شكل معالجتنا كان للموضوع وتعطينا معه كان مختلف كان عقلاني جدا إذا بدك كمان بس أنه هو أكيد خانه التعبير يعني أكيد هو ما قصده أنه في حدا بياخد قرار انفصال أو طلاق بدايئتين يعني أكيد لا بس هو خانه التعبير والناس استلمتها للجملة هو على الأرجح يعني المخرج سياف السباعي أصد السلاسة تماماً السلاسة بالقصة يعني أنه خلص فيه فيه اتنين بيوصلوا لمطرح بيحسوا أنه خلص يعني لا تتعبير المساحة العاطفية يعني فيه أشياء خلص بلشت تفايد آوت فهي كانت بهاي البساطة القصة بأنه نحن حاولنا حاولنا ومرأنا بفترة معاناة أكيد بالعلاقة أكيد يعني بس لما أخدنا القرار النهائي أخدنا بسلاسة وبعقلانية وقدرنا نضل وكنا مع بعض بعضنا بنفس البيت وكانوا أصحابنا عم بيجوا يسهروا عنا بفترتها يعني وكنا عم نشوف أصحابنا بشكل طبيعي مثل ما هلأ يعني قضينا الميو يير نحنا وأصحابنا والدائرة تبعنا بشكل عائلي مع بعض يعني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر